مين اللعب اللي بعده قبل ما روح لك لعز الدين قناحي وسليم أملاح هروح لك لسوفيان بوفال ناس كتير جدا بتتكلم على الفعالية وانه ما كانش فعال وانه ما سجلش ما صنعش مش قادر خلينا نجيب الهيت ماب بتاعته النهاردة اكثر اللاعبين مراوغة في الفرقتين اكثر اللاعبين مراوغة في الفرقتين 8 مرات هو سوفيان بوفال نجح في كم منهم في زل هذا الضغط الأسماني في 6 لو نجيب الهيت ماب لأماكن التمن اماكن اللي عمل فيهم المراوغات في كل حتة في الملعب انت ايه ايه دور سوفيان بوفال وانا مضغوط وانا بلعب اربعة واحد اربعة واحد عايز لعيب يقف عالكورة يعرف يطلعني ويشغلني ازاي من المنطقة دي لما تيجي تبص على الهيت ماب بتاعته تلاقي الرجل هو في الاساس رجل وينجر لكنه كان متواجد في المنطقة دي عشان يطلعني مع المنتخب الأسباني انا لو انا مش عارف اطلع بالكورة عشان كده كان بيعتمدوا اني بيطلعب الكورة عن طريق ياسين بورو وبعض الاحيان فسوفيان بوفال كان بينزل عشان يعرف يقف عالكورة يديني نفس الاربع خمس ثواني اللي هيعرف يقف ويبتري يعمل فيهم الدربل ويبتري يعدي علشان اللعبة تبتري ترجع تاخد اماكنها تاني سوفيان بوفال النهاردة كان ركن اساسي في التاكتج تعوليد الرجلاجي عشان المنتخب المغربي يعرف يطلع من الضغط اللي كان عمرو المنتخب الاسباني ارقام عظيمة جدا جدا النهاردة فيما يخص ان انا بلعب متخب اسباني ضغطني في المنطقة دي وبعدني في ست مراوغات نجحة من تمانية خلال المباراة عدد الدقائق اللي لعيبها النهاردة يقترب من السبعين دقيقة شفاهم فيه لواحد من نجوم المباراة مزل المغربي يستخدم مزل المغربي يستخدم بعد مخرج مفيش حد مداش يشد الفرقة مبقاش في حد لكن الراجل كان عايز بيدور بيدور على سوائش ديرة او بقى اللعيبة اللي النزل بيتكلم على لعيبة بدنية في المقام الاول يقدروا يجلوا ان محدش قادر يعمل الكنترول ويعمل البروجريشن عشان يطلع يسحب الفرقة الفوق غير شفاهم بوفال هنا تكمن عظمة دور شفاهم بوفال اللي عامله النهاردة ناس كتير تاني بتنتقد اللعيب الجناح لما ما يسجلش او ما يسنعش لكن انا عايز ايه من اللعيب اصلا في الاساس عشان كده ولد الرجراجي بنسباله شفاهم بوفال قد مبارك بلا جدا نهاردة